علوم الصف الرابع الابتدائي حل اختبارات سلاح التلميذ النهائية واختبارات المحافظات صفحة 200 واحد رقم واحد ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتي واحد قد تستارك التجوية فترة زمانية طويلة عبارة صحيح مئات أو ملين السنين اتنين يعتبر الفحم النباتي من أنواع الوقود الحفري عبارة خطأ وقود حيوي الفحم وقود حفري ثلاث يستهلك النفط بمعدل أسرع من إمكانية تجدده عبارة صحيح لأنهم مصدر طاقة غير متجد أربعة تستخدم الطاقة الداخلة للأجهزة كملة دون فقد أي جزء منها طبعا في جزء بيفكم منه عبارة خطأ باق وضح مخرجات الطاقة الأساسية في كل من واحد المصباح الكهرابي المخرجات يعني الطاقة النتيجة يعني الطاقة الضوئية اتنين مجفف الشعر صحيح طاقة حرارية اتنين ألف اختر الإجابة الصحيح واحد العوامل التالية تؤدي إلى تجوية السخور دون أن تغير من طبيعة مكوناتها ما عدا الأمطار الحمضية صح الأمطار الحمضية لأنها تؤدي إلى تغير في طبيعة السخور اتنين نتجة نقطة من تحل البقايا النباتات الجافة البنزين الفحم ثلاثة تحول المولدات الكهربية الطاقة نقط إلى الطاقة الكهربية الكيميائية الحرارية الحركية سحر كمجيم الحركية وحب نسميها ايه؟ بنسميها الميكانيكية باق اكتب المصطح العلمي وح مواد طبيعية تتجدد بمعدل أسرع من استهلاكها المصادر المتجددة ثلاثة ظاهرة تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة زيادة حرق الوقود الحفري الاحتباس الحراري ثلاثة ألف أكمل مما بين الكوسين واحد من مصادر الطاقة المتجددة الرياح الوقود الحفري طبعا الرياح اثنين تتميز الدلتة بالخصوبة المرتفعة لاحتوائها على كمية كبيرة من الرمال الطامي ثلاثة تستخدم الطاقة النتيجة من تضفك المياه المحتجزة خلف السدود في توليد طاقة ضوئية كهرومائية كهرومائية لاحظ الشكل الذي أمامك ثم اختر واحد هذا النوع من التضريس يسمى كذبانا رملية خدودا خدودا اثنين تتكون هذه التضريس بفعل التجوية وصحة التعارية اختبار اثنين كم واحد ألف ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد يختزن الفحم طاقة حرارية تتحول بالاحتراق الى طاقة كيميائية تختزن طاقة كيميائية تتحول بالاحتراق الى طاقة حارية يعني العكس اثنين يعود اصل النفط والغاز الطبيعي الى بقايا حيوانات بحرية قديمة يبارة صحيحة تتحول الطاقة الكهربية في المروحة الى طاقة حركة يبارة صحيحة اربعة دلتا نهر النيل ارض غير مستوية واسعة غير خزبة مستوية وخزبة تبليه لانها تحتوي على كمية كبيرة من الطام اذكر وظيفة التربونات الهوائية الحديثة تحول طاقة حركة الهواء الى طاقة ميكانيكية تستخدم في توليد الكهرباء حتى لو قلنا باختصار تستخدم في توليد الكهرباء اثنين اختر الاجابة الصحيحة واحد تراكم الرواسب النتيجة من تفتت السخور يعرف بعملية التجوية التعرية التجوية الكيميائية الترسيب صحة الترسيب اثنين الطاقة النتيجة من الجهاز لا تشارك في اداء وظيفته تسمى طاقة مستخدمة طاقة مستهلكة طاقة مهدرة ثلاثة كل مما يلي مصادر متجددة طاقة مهدرة المياه الرياح النفط اكتب المستهل العلمي الطاقة لا تفنى ولا تستحدث للعدم ولكن يمكن ان تتحول من صورة الى اخرى قانون بقاء الطاقة قانون بقاء الطاقة اثنين عملية تكسر وتفتت السخور الى اجزاء صغيرة التجوية ثلاثة اختر من العمود باية ما يناسب العمود واحد الاخديد صح رقم G تتميز بجوانب شديدة الانحضار اثنين الوديان مناطق منخفضة بين جبلين تتميز بجوانب قليلة الانحضار ثلاثة الدلتة ارض رطبة واسعة تكونت من ترصيب الرواصب التي تحملها المياه المتضفقة بق لاحظ الشكلين المقابلين سمأك واحد تغير لون الصخرة في الشكل واحد نتيجة تعرضها لتجوية كيميائي ليه؟ لأن تتكون مادة جديدة اثنين التضاريس التي يوضحها الشكل اثنين تسمى كذبان رملية كذبان رملية كذبان رملية اهتل من الرماء تتكون بفعل براف الرياح اصطبار ثلاثة رقم واحد ألف ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد تحدث التجوية الميكانيكية عندما تتفتت الصخور بفعل الحمد الذي تنتجه الاشنيات الكيميائية لأنه تتكون مادة جديدة او الخطأ اثنين تتكون الدلتا بفعل الرياح على العكس من الودياية التي تتكون بفعل الماء تتكون الكذبان الرملية بفعل الرياح الآبار الخطأ ثلاثة تغير لون الصخور اثناء تفتتها دليل على حدوث تجوية كيميائية اربعة الطاقة النتيجة عن الراديو وتعبر عن وظيفته الاساسية هي الطاقة الصوتية ايبارة صحيحة با اسكر اسم التضاريس التي تتكون عندما تلتقي مياه النهر بمياه البحر وحدد اسم العملية التي تسبب ذلك صح الدلتا طيب عملت مين الترسيد يعني التعريق ثم الترسيد في الوقت نفسه اثنين اختر الاجابة الصحيح واحد يعتبر نقاط من مصادر الطاقة غير المتجددة الماء والفحم الفحم والنفط صح الفحم والنفط اثنين تستخدم نقاط في تخزين الطاقة الكيميائية الألواح الشمسية التروبينات المولدات البطاريات البطاريات ثلاثة كلا مما يلي يستخرج من باطن الأرض ما عدا النفط النغاز الطبيعي الفحم النباتي الفحم صح الفحم النباتي يتم تصنيعه من الخشب با اكتب المستحل العلمي واحد وقود ينتج من الكائنات الحية مثل النباتات صح الوقود الحيوي اثنين تلوث هواء مليء بالجسيمات الصغيرة في المدن الكبرى يسبب تهيج الرأتين او تلف الجهاز التنفسي الضباب الدخاني ثلاثة ألف أكمل مما بين الكوسين واحد مخرجات الطاقة من المكواه الكهربية هي الطاقة الحرارية الكهربية الحرارية الكهربية متخلات اثنين تتجدد مصادر الطاقة نقط بمعدل أسرع من استهلاكها المتجددة غير المتجددة طبعا المتجددة ثلاثة هي استغرق نقط فترة زمنية قصيرة تكون الوديان تهدم الكلاعة الرملية تهدم الكلاعة الرملية با لاحظ الشكل الذي أمامك سومه أكمل التربينات الهوائية متخلات الطاقة طاقة حركة الرياح مخرجات الطاقة طاقة كهربية اختبار أربعة رقم واحد ألف اختر الإجابة الصحيح واحد تعمل معظم محطات توليد الكهربائية باستخدام الوقود الحوي الوقود الحافري الوقود الحافري اثنين أي من التدريس الهاتية تكونت نتيجة عملتي التعريه والترسيق الاخدود التعريه الولادي نفس الشيء التعريه الكسبان الرملية صح الكسبان الرملية الرقمية ثلاثة نستطيع تعويض نقط بمعدل أسرع من استهلاكه النفط الرياح الرياح طبعا ايه الرياح لأنها مزلت طاقة متجدد أربعة الطاقة الداخلة للغسالة الكهربية هي طاقة كهربية صح كهربية رقم واحد با ما هي العملية التي يتم فيها النقل لحبيبات الرمال أو السخور من مكان لآخر عملية التعريه نين ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية واحد الكهرباء النتيجة من المياه تعرف بالطاقة الكهرومناطسية الكهرومائية أمر الخطأ اثنين تعمل الرياح والرمال معا على تغيير مظاهر سطح الأرض أمر صحيح ثلاثة الأمطار الحمضية تسبب تلوس الماء والطربة أربعة تعتبر الأخديد نوعا من الوديان العميقة شديدة على انحضار با اسكر أحد العوامل المسببة للتجوية الكيميائية لصخور كزابة الماء لإيه؟ للمعادة الموجودة فين؟ المكونة للصخور وتفاعل الأكسجين مع الحديد الموجود في بعض ايه؟ الصخور اثنين ألف أكمل الابارات التالية واحد تحول طاقة نقط إلى الطاقة الكهربية في الطوحين الهوائية الحديثة صحيح طاقة حركة الرياح حركة الرياح اثنين الفحم النباتي من أمثلة الوقود الحيوي الفحم بس حفري ثلاثة تتكون الأخديد عند جريان الماء بكوة على الصخور بفعل عملية التعرية با اكتب المستحل العلمي واحد الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم قانون فقاء الطاقة الطاقة اثنين منطقة منخفضة بين جبلين جوانبها شديدة الانحضار الاخدود اختبار خمسة رقم واحد ألف ضع علامة صح او علامة خطأ امام الابارات الاتين واحد تجمع المرايا المقعرة اشعة الشمس لتسخين وطهي الطعام الابارة صحيحة اثنين تزداد التعرية عندما يزداد تضفك المياه على الصخور ثلاثة لا يحدث فقد للطاقة عندما تتحول من صورة الى اخرى يحدث والخطأ با حدد نوع التجوية التي تحدثها العوامل الاتية من حيث كونها كيميائية ام ميكانيكية واحد الامطار الحمضية كيميائية اثنين تجمد وانسهار الماء داخل شكوك السخور ميكانيكية اثنين اختر الاجابة الصحيح واحد ايا من مصادر الطاقة الاتية لا يمكن تعويض ما يستهلك منها في وقت قصير الشمس الماء الرياح الوقود الحفري الوقود الحفري اثنين اتعرض الحديد المكون لمعادن اصخور لعملية تجوية كيميائية عند تفاعله مع غاز نقاط مكونا صدق احمر ثاني اكسيلكربون الاكسجين طبعا الاكسجين ثلاثة الاسراف في قطع الاشجار لحصول على الاخشاب يتسبب في زيادة غاز الاكسجين الحفاظ على البيئة ازالة الغبات ازالة الغبات اربعة تكون النفط من بقايا ديناصرات كائنات بحرية كائنات بحرية باق ما اوجه الشبه بين الاخديد والوديان دكوان كلا منها نتيجة تعرض الصخور نتيجة تعرض الصخور لعملية التجوية والتعريئة بفعل حركة الانهار او الجداول المائية ثلاثة الف اكمل العبارات التالية واحد تستخدم التربونات الهوائية الحديثة في نقاط توليد الكهربراء اتنين يجب ترشيد استهلاك الماء على الرغم من انه مصدر طاقة متجدد ثلاثة الطاقة الداخلة في المصباح اليدوي هي الطاقة الكيميائية كيميائية اربعة تسحب نقط الصخور الى اسفل فتتسبب في تعرض الصخور الجاذبية ما علم الوقود الحيوي وقود متجدد لانه يتجدد ومعدل اسرع من استهلاكه اهتبارات المحافظات فكم واحد محافظة القاهرة فكم واحد الف اختر الاجابة الصحيح واحد الطاقة النتيجة من الجرز اليدوي طاقة ضوئية صوتية صحة الكمباء صوتية اتنين الماء مصدر طاقة نقط لانه يمكن تعويض ما يستهلك منه في وقت قصير متجدد صحة متجدد ثلاثة تستخدم طاقة الرياح في توليد الكهربائي عن طريق الالواح الشمسية توحين الماء تربينات الرياح صحة تربينات الرياح اربعة الوديان العميقة التي تكون جوانبها شديدة الانحضار هي الجبال الاخديد الاخديد باء تجمد المياه عند انخفاض درجة الحرارة هي ازداد حجمها فتسبب اتساع شكوك السخور وتفتتها ما نوع التجوية التي حدست لهذه السخور التجوية التجوية الميكانيكية اتنين ألف اكمل الجمل الاتية بما يناسبها من بنك المستلحات واحد الطاقة الاشعاعية هي الطاقة الصادرة من الشمس اتنين نقط يوجد في امريكا الشمالية وهو اكبر اخدود في العالم الاخدود العظيم اتنين ثلاثة نقط هي بقايا السخور التي تمت تجوياتها وتعرياتها ثم ترسبها صح الرواسق رقم ثلاثة اربعة يستخرج الوقود الحفر من باطن الارض باء يستخدم احمد الراديو لسماع الاخبار يوميا وضح مدخلات ومخرئات الطاقة في الجهاية المدخلات الطاقة الكهربية المخرجات الطاقة السوقية ثلاثة ألف ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد تستخدم الاكمار السماعية البطاريات قصيرة الامد كمصدر للطاقة طوية الامد اثنين تنشأ الكسبان الرملية بسبب تراكم الرمال التي تحملها الرياح ثلاثة الترصيب والتعريح عمليتان مختلفتان ولكنهما مرتبطتان عبارة صحيحة أربعة تولد توربينات المياه كهرباء دون ان تتحرك لابد ان تتحرك با يعتبر كل من الفحم والغاز الطبيعي والخشب من امسلة الوكون ايها يمثل مصدرا للطاقة المتجددة صح ايه الخشب مصدر الطاقة المتجددة اثنين محافظة الجيزة رقم واحد ألف ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد يمكن طهي الطعام باستخدام المرايا المجمعة لأشاية الشمس المرايا المقاعر مبارة صحيحة اثنين يعتمد شكل الوادي على نوع السخور الموجودة بهين نوع السخور وعمر النهر وحجم النهر وسرعة النهر مبارة صحيحة ثلاثة الطاقة النتيجة من مولدات التروبينات الهوائية تعرف باسم الطاقة الكهرمائية التروبينات المائية برا خطأ اربعة تتسبب التجوية الميكانيكية في تغير لون السخور الكيميائية برا خطأ با علل يعتبر النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة لانه يستهلك لانه يستهلك بمعدل اسرع من إمكانية تجدده نين ألف اختر الإجابة الصحيح واحد جميع العوامل التالية تشكل مظاهر سطح الأرض ما عدا المياه الرياح الطاقس الصور صح الصور نين تحدث تعارية لسخور وتسكت من كمة الجبل إلى أسفل بفعل الأنهار الجريدية الجاذبية الأرضية الجاذبية الأرضية تلاتة الطاقة نقاط هي طاقة غير مستخدمة نتيجة من المصباح الكهرباء الصوتية الكيميائية الحرارية صح الحرارية الرقمجية أربع أثناء الجاري يستهلك الجسم طاقة نقاط بتتحول إلى طاقة حركة كهربية ضوئية كيميائية طبعا طاقة كيميائية الغزاء والوقود طاقة ايه كيميائية با ماذا يحدث عين ترسب الرواسب التي يحملها النقاط النهر عند التقاؤه مع البحر تكون الدلتا ثلاثة ألف صل من العمود با ما يناسب ما في العمود ألف واحد التجوية الكيميائية عملية إزابة للمعادن المكونة للسخور اثنين الترصيب صح رقم ألف يؤدي إلى تكون الكزبان الرملية ألف ثلاثة البنزين رقم دا سائل يستخدم كوقود للسيارات أربعة الأخديد رقم جين وديان عميقة جوانبها شديدة الانحضار با اسكر مثالا من مصادر الطاقة المتجددة المال الرياح الرياح ثلاثة محافظة القليوبية يقوم واحد ألف أكمل ما يأتي واحد يقوم المسبح الكهربي بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية وطاقة نقط ضوئية ثلاثة ثلاثة با لا يتغير تركيب الصخور عند حدوث نوع من التجوية حدد نوع هذه التجوية التجوية الميكانيكية التجوية الميكانيكية ثلاثة ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية واحد يساعدنا الألواح الشمسية على تحويل الطاقة الكهربية إلى الطاقة الشمسية العكس صحيح برا خطأ ثلاثة يؤدي نمو جزور النباتات داخل السخور إلى تفتتها برا صحيح نسمى تجوية ميكانيكية ثلاثة ثلاثة تعتبر الرياح مصدرا للطاقة غير المتجددة متجددة أربعة الترصيب والتعرية عمليتان مختلفتان ولكنهما مرتبطتان عبارة صحيحة برا يتسبب عامل من عوامل التعرية في سحب الصخور من جوانب الجباية ونقلها بالأسفل ما اسم هذا العامل الجازي بالأرضي؟ الجازبية الأرضية ثلاثة ألف اختر الإجابة الصحيح واحد الطاقة النتيجة من عمل أي جهاز تسمى مخرجات طاقة صح أثنين يصدق الحديد المكون لصخور عند تعرضه لعملية التعرية التجوية الكيميائية ثلاثة من أنواع الوقود الحيوي النفط الفحل الخشب الخشب أربعة الأودية شديدة الانحضار التي تكونت بفعل تعرية المياه الجارية تسمى الأخديد باء تفتتت السخور في منطقة الماء ثم انتقلت إلى مكان آخر فتكونة الواصب وضح اسم العمليات التي ذكرت في هذه العبارة التجوية والتعرية والترسيب أربعة محافظة الغربية رقم واحد آلف أكمل الجمل الآتية من بنك الكلماء واحد الطاقة المختزنة داخل الطعام والوقود تسمى طاقة صح كيميائية اثنين من الخصائص المميزة للأخديد صح العمق رقم اثنين ثلاثة الطاقة النتيجة عن عمل أي جهاز تسمى نقط الطاقة مخرجات الطاقة ثلاثة أربعة تآكل الصخور عند اندفاع الرمال بكوة عليها تجوية صح ميكانيكية رقم اثنين باء ما هو نوع الوقود الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء بنسبة كبيرة الوقود نحفري اثنين ألف اختر الإجابة أصحح واحد من مصادر الوقود الحيوي النباتات صح النباتات اثنين عملية استقرار الرواسب النتيجة عن تفتت السخور هي التجوية كيميائية الترسيب صح الترسيب ثلاثة يعتبر ضوء وحرارة الشمس مصدرا للطاقة غير المتجددة القابلة للنفاذ المتجددة المتجددة المخمجيم المتجددة أربعة الأخدود مظهر من مظاهر السطح وهو أحد أنواع الوديان عمديا مركز واحد. اذكر الاسم العلمي لهذه الاكوام من الرمال الكزبان الرملية. تلاتة الف. ضاع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد معظم سلاسل الطاقة تبدأ بتاخد الكمر. الشمس. اتنين تعمل ارياح والرمال معا على تغيير مظاهر السطح. يبارة صحيح. ثلاثة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. ولكن تتحول من صورة الى اخرى. صح. سمي ايه? قانون بقاية الطاقة. يبارة صحيح. اربعة. الدلتة هي ارض رطبة تكونت من التقاء رواسب النهر مع البحر. يبارة صحيح. ماء. ماء الذي يحدث عند تعرض بقايا الكائنات البحرية لضغط وحرارة في باطن الارض لملايين السنين. يتكون النفطة. والغاز الطبيعي. خمسة محافظة البحر. رقم واحد الف. ضاع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد الطاقة لا يمكن تحولها من صورة الى اخرى. طبعا يمكن يبارة خطأ. اتنين. ينتج عن المسبح القهربي والسخان القهربي طاقة حرارية. يبارة صحيح. ثلاثة. يستغرق تكوين الاخديد فترات زمنية قصيرة طبعا طويلة يبارة خطأ. اربعة. تنتج الطاقة الصوتية من مجفف الشعر. لتساعده على اداء وظيفته. طبعا لا تغير تركيب السخور عند حدوث نوع من التجوية. حدد نوع هذه التجوية. التجوية الميكانيكية. تجوية الميكانيكية. اتنين الف. تخير الاجابة الصحيحة لتكمل الجملة. واحد. الاسلاك الكهربية تصنع. مين الخشب او النحاس والنحاس. للموصل جيد للكهرباء. اتنين تتحول الطاقة نقط الى طاقة صوتية في الجرز اليدوي. اتنين تتحول الطاقة نقط الى طاقة صوتية في الجرز اليدوي. الكهربية او الحركية؟ صح. الحركية. والجرز ايه يدوي? لو كهربي يبقى ايه? التاقة كهربية. تلاتة. للتقليل من تلوس الهواء يجب علينا استخدام مصدر الطاقة المتجددة غير المتجددة طبعا المتجددة. اربعة تسبب التجوية نقاط تكسير السخور نقل السخور طبعا تكسير السخور. نقل السخور التعريه. ركن باق اسكر سلاسة من مصدر الطاقة المتجددة. الماء الرياح والشمس. ثلاثة الف. اكتب او مصدر علمي واحد. صورة الطاقة المختزنة في بطارة السيارة اللعبة التي يتم تحكم فيها عن بعد. صح الطاقة الكيميائية. الطاقة الكيميائية. اثنين الطاقة المهضرة من جهاز الكمبيوتر. الطاقة الحرارية. ثلاثة العملية التي يتم فيها نقل فتاة السخور الى مكان اخر. عملية التعريه. التفتيت تجوية. تجميع الرواسب الترسيل. اربعة نوع من الوقود الحفري تكون من بقايا كائنات البحرية. قادمة النفط. ما السبب في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. زيادة نسبة غاز ثاني. اكسيد الكربون في الهواء الجو. مكونا. طبقة. من الغاز. تحبس الحرارة في الارض. ستة محافظة الاسكنيرية. رقم واحد الف. اختر الاجابة اصحيح. واحد. تعد نقطة المصدر الرئيس للطاقة على سطح الارض. الكروسين الشمس. صحيح الشمس. اثنين تتكون كسبان الرملية في السحراء. نتيجة لحركة الفدنات الرياح صحيح الرياح. ثلاثة. المدخلات في مجفف الشعر. طاقة كهربية صحيح كهربية. اربعة. يزداد عمك الاغدود بزيادة درجة الحرارة. اتساع النهر. سرعة النهر. صح. سرعة النهر. رقم جيد. با. ماذا يحدث عند التقاء مياه الانهار المتضفقة حاملة معها الرواسب الطينية والرملية بمياه البحر. تتكون الدلتا. اثنين. الف. ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. توجد الطاقة كيميائية مخزنة داخل اطعام. اتنين. يعتبر الوقود الحيوي احد مصادر الطاقة غير المتجددة. متجددة. تلاتة. يتكون الاخدود بفعل عملية التجوية والتعريح. اربعة. يتسبب نمو جزور النباتات داخل الصخور. في حدوث عملية التجوية طبعا تجوية ميكانيكية. اكتب المصطح العلمي. الوديان شديدة الانحضار اللي بتتكونت بفعل تعريط المياه الجارية الاخدية. تلاتة. الف. اكمل مصب الانهار. الدلتة الكزبان الرملية. صح. الدلتة. تلاتة. يمكن الحصول على الطاقة الكهرومائية باستخدام طاقة الرياح من الماء للماء. اربعة. عندما يتجمد الماء داخل شكوك الصخور يسبب تجوية نقطة الصخور. ميكانيكية ام كيميائية? ميكانيكية. با. اسكر مثالا واحدا للتجوية الكيميائية. تفتت الصخور بفعل الامطار الحمضية والاحماض اللي تكونها الاشنيات. وتفاعل الاكسجين مع الحديد. مكوان صدق احمر لحديد. سبعة. محافظة دامنوفية رقم واحد الف. اكمل الجمل الاتية. واحد. تستطيع مولدات توربينات رياح تحويل طاقة نقط الى كهرباء. حركة الرياح الى كهرباء. اتنين اكثر انواع الوقود استخداما في محطات توليد الكهرباء هو الوقود الحفري. ثلاثة الاودية شديدة الانحضار التي تكونت بفعل تعريض المياه الجارية. تسمى الاشديد. اربعة. الطاقة النتيجة عن حرق الوقود هي طاقة حرارية. باء. تعرضت بعض الصخور الى نوع من التجوية ادت الى تغير لونها. ما نوع هذه التجوية? التجوية الكيميائية. اتنين الف. ضع علامة صح او علامة خطأ امام الابارات الاتية. واحد. مخرجات الطاقة من الالواح الشمسية هي الطاقة الكهربية. ايبارة صحيح. اتنين. تتشكل الوديان بفعل. هبوب الرياح وتجمع الرمال في مكان الماء. الكزبان الرملية. ايبارة خطأ. ثلاثة. اثناء سكوت المياه من اعلى الى اسفل. تتحول طاقة وضع الجاذبية الى طاقة حركة. ايبارة صحيح. اربعة. عندما تتباطى سرعة مياه الانهار. حاملة معها الرواسب الى البحر. تتكون الكزبان الرملية. تتكون الدلتة. يبارة خطأ. اثناء كيامك برحلة وجدت تجمعا من الرمال. في مكان واحد. ما العمليات التي ادت الى تجمع هذه الرمال التعريه? ثم ايه? الترسيب. في الوقت نفسه. التعريه والترسيب. ثلاثة الف. اختر الاجابة اصحيح. واحد. كل مما يلي من العوامل التي يعتمد عليها الوادي. عند تكونه. ما عدا. سرعة النهر. نوع الصخور. حجم النهر. الضوء. اثنين. ايه مما يلي يتسبب في حدوث تجوية كيميائية للصخور. يعني تكون مادة جديدة. الحرارة والبرودة. تجوية ميكانيكية. الامطار الحمضية. صح. امطار الحمضية. ثلاثة. تعتبر الشمس والرياح والمياه من مصادر الطاقة المتجددة. اربعة من الموارد التي نستهلكها بمعدل اسرع من معدل تكوينها. يعني مصادر طاقة غير متجددة. الرياح الماء الشمس النفطة النفطة. باق اكمل المخطط. رقم واحد تستخدم في مصباح كهربي. تبقى طاقة كهربية. طاقة كهربية. تتحول الى طاقة ضوئية تؤدي الغرض اساسي. وطاقة حرارية. طاقة ايه مهضرة او مفقود? تمانية محافظة الدكاهلية رقم واحد الف. ضاع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. الطاقة غير المستخدمة النتيجة من المصباح الكهربي. هي الطاقة الضوئية. الطاقة الحرارية. بار خطأ. اثنين. تنشأ بعض التدريس بفعل التعرية والترسيد. في الوقت نفسه. مثل الدلتا. بار صحيح. والكسبان الرملية. تلاتة. يعد نمو جزور بعض النباتات بين طبقات السخور من عوامل التعرية. التجوية والخطأ. اربعة. تكونة الكسبان الرملية. بفعل بعض العوامل. منها الرياح البراسيا. ب. اكتب المستخدم العلمي. وقود نتجة من تحل البقايا النباتات والحيوانات التي دفنت في باطن الارض لفترة زمنية طويلة. الوقود الحفري. اختر الاجابة الصحيح. واحد. يعتبر نقطة مصدرا من مصادر الطاقة المتجددة. الفحم. البترول. الماء. صح الماء. اتنين. عند حرق خشب الاشجار. تتحول الطاقة نقط الى طاقة حرارية. الحركية. الميكانيكية. الكيميائية. طبعا ايه? الكيميائية. تلاتة. يعاد تكون الصدق الاحمر لبعض السخور دليلا على حدوث عملية الترسيب. التعرية. التجوية الميكانيكية. التجوية الكيميائية. طبعا التجوية الكيميائية لانه بتكون مادة جديدة. لتخواص جديدة. يعني بتغير في تركيب ميال السخور. اربعة. الطاقة الداخلة للتحكم في عربة استكشاف المريخ. هي طاقة. كهربية. حرارية. حركة. ميكانيكية. سحركم الف. كهربية. با. اسكر احد استخدامات الطاقة الشمسية في حياتنا اليومية. تستخدم في توليد الكهرباء. عن طريق الوحش الشمسي. تسخين المياه. عن طريق السخنات الشمسية. تستخدم في طهي الطعام. عن طريق مين? المطهر الشمس. او الموكد ايه? الشمس. تدفئة المنازل. تلاتة. الف. اكمل الجمل الاتية. واحد. تسمى عملية نقل ارمال او صخور او التربة من مكان لاخر. ب. التعرية. اين. تستخدم التربونات الهوائية والمائية في توليد الطاقة. صح. الكهربية. تلاتة. تكونة دلتا مصر. نتيجة لحدوث عملية. صح. الترسيب. اربعة. الاودية. شديدة الانحضار التي تكونت بفعل تعرية المياه الجارية. تسمى الاخديد. ب. تتبع سلسلة تحول الطاقة في مجفف الشعر. مبينة الطاقة المدخلة. الطاقة المدخلة. الطاقة المدخلة الكهربية. طيب الطاقة النتيجة او المخرجة الحارية. وللاساس. والحركة كمان. وايضا ايه? استوطية. لا تؤدي وزاية مين الجهاد. تسعة. محافظة دميات رقم واحد الاف. اكمل العبارات التالية مما بين الكوسين. واحد. تعد نقط المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سلح الارض. الشمس. اتنين تتكون نقط في قلب الجبال. بفعل التجوية الكيميائية. الاخديد الكهوف. صح. الكهوف. في التجوية مين? الكيميائية. الماء. عند مرور الماء على نوع من السخور. يؤدي الى زباة مين? السخور. والمعادن تتحد مع معادن ايه? اخرى. ثلاثة. يعمل مولد توربين نقط على تحويل طاقة الحركة الى طاقة كهرومائية. الرياح ام الماء? صح. الماء. اربعة. تتكون الاخديد بفعل الضوء ام المياه? صح. المياه. اعرف الوقود مادة تنتج طاقة حارية عند حركها. نين الف. اختر الاجابة اصحيح. واحد. اي المواد التالية من امثلة الوقود الحيوي. الغاز الطبيعي حفري. الفحم حفري. الخشب حيوي. اتنين. تتسبب جزور النباتات الكبيرة. في عملية نقط لمظاهر السطح على الارض. التعرية. الترصيب. التجوية. جميع ما سبق. صح. التجوية. التجوية ايه? ميكانيكية. تلاتة. من مصادر الطاقة المتجددة. الفحم. الرياح. صح. الرياح. اربعة. مخرجات السخان. الشمسي طاقة. كهربية. شمسية. حرارية. صح. حرارية. رقم جيد. باق. عالي اللي ما يأتي. خطورة الضباب الدخاني على صحة الانسان. يسبب تهيج الارقتين. وتلف. الجهاز التنفس. ثلاثة. الف. ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. توجد طاقة كيميائية داخل الطعام الذي نتناوله. عبارة صحيح. اتنين. معظم سلاسل صورة طاقة تبدأ بطاقة الكمر. الشمس. برا خطأ. ثلاثة. تكون كسبان الرملية في كاع البحار او المحطات. برا خطأ. تكون في السحراء. او على الشواط. اربعة. تؤدي التجوية الميكانيكية الى تغير لون السخور وانهيارها. الكيميائية. او الخطأ. با. ماذا يحدث عند تقابل الرياح المحملة بالرمال. في السحراء. حاجز صد. تترسب. الرمال. وتكون. كسبان. رملية. عشرة. محافظة كافر الشيخ. اخطر الاجابة صحيح. واحد. تكون نقط عند التقاء الرواسب من المياه المتضفقة للنهر الى المياه السكينة للبحر. على الكسبان الرملية. ادلتا صح ادلتا. اتنين. عربية التحكم عن بعد كيروسيتي. سممت لاستكشاف المريخ صح. مريخ رقمان. تلاتة. تحول الطاقة نقط الى طاقة صوتية في الجرز اليدوي. الكهربية. الحركية صح. الحركية رقم بال. اربعة. عندما تشقق سطح صخرة بفعل عوامل الطقس. مثل الهواء والماء. فهزا يدل على حدوث. تجوية صح. رقم الف. تجوية. بقى اثناء كيامك برحلة الاستكشافية. وجات تجمعا من الرمال في مكان واحد. اذكر العمليات التي ادت الى تجمع هذه الرمال بهذا الشكل التعرية والترسيب. اتنين الف. ده علامة صح او علامة خطأ امام الابارات الاتية. واحد الاراضي الخزبة التي كونت عند الالتقاء نهر ببحر. تعرف بالدلتة. عبارة صحيح. اتنين المطر الحمضي يسبب تلوث التربة والماء. عبارة صحيح. تلاتة تعمل المرايا المقعرة على تجميع اشعة الشمس لتسخين وطهي الطعام. عبارة صحيح. اربعة تتكون الكسبان الرملية نتيجة تعريض رمالي للسحراء. بفعل الرياح ثم ترسبها. عبارة صحيح. ماء. اذكر الفرق بين التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكية. التجوية الكيميائية عملية تفتت السخور الى قطع صغيرة. مع تغير في طبيعة المواد المكونة لا. اما التجوية الميكانيكية تفتت السخور الى قطع صغيرة دون تغير في طبيعة المواد المكونة لا. تلاتة. الف. اكتب المستحل العلمي واحد. نوع من التدريس. شديدة الحضار تكونت بفعل كوة التعريض المياه الجارية. صح. الاخدي. اتنين. وقود نتجة من تعرض بعض الكائنات الميتة المتحللة للضغط والحرارة في باطن الارض. صح. الوقود الحفري. وقود الحفري. تلاتة. ظاهرة تعبر عن عدم كدرة الارض على التخلص من الحرارة. الزائدة بسبب زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون على الاحتباس الحراري. اربعة. عملية تحدث عند نطل الرمال او التربة. من مكان الاخر. صح. عملية التعريض. باق تكون الاخديد بفعل الماء. اذكر دليلا على تكوين الاخديد بفعل الماء. نمو. الاشجار. والنباتات. التي تحتاج الى الماء. كما ان ايه? جوانب الاخدود منحدرة. دليل على تفتوتها بفعل مين? الماء. حضاشر. محافظة الشرقية. مقم واحد الف. اكمل العبارات الاغتية. واحد. عندما تنمو جزور النباتات في شكوك وصخور. تحدث عملية صح. تجوية. ميكانيكية. اتنين. عندما نتناول الطعام يحصل جسمك على طاقة نقط. تمكنه من الحركة كيميائية. تلاتة. تسحب الجاذبية. الصخور من جوانب الجبل الاسفل. اربعة. عندما تحترق قطة الفحم. فان الطاقة النتيجة هي طاقة هرارية. با. ما نوع التجوية التي تغير فيها طبيعة المواد التي تتكون منها الصخور. وينتج عنها مواد جديدة التجوية الكيميائية. اتنين الف. ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاغتية. واحد. تستخدم الطاقة الشمسية في تتفات المنازل. وزراعة المحاصيل. في غير موسمها. عن طريق الصوب الزراعي. اتنين. تختزن المياه. فوق السد. طاقة واضع كيميائية. طاقة واضع جاذبية. با الخطأ. تلاتة. يتم ناقل الرواسب من مكان لاخر. خلال عملية التجوية. التعرية. با الخطأ. اربعة. تستخدم الالواح الشمسية لتولد الطاقة. الكهرومائية. الكهربية. والخطأ. ده يمكن ان تحدث تعرية لصخور. بفعل عدة عوامل. اذكر ثلاثة منها. الماء. والرياح. والجاذبية. تلاتة. الف. اكتب المستحل العلمي. واحد. مصادر طبعية للطاقة. وتستارق وقتا طويلا جدا. لتكوينها. المصادر غير المتجددة. اثنين. عملية تجميع وتراكم الرواسب لتستقر على سطح الأرض مرة أخرى. الترسيق. ثلاثة. العملية التي تتفتت فيها السخور إلى قطع أصغر. التجوين. اربعة. الطاقة الداخلة إلى مجفف الشعر. الطاقة الكهربية. باق قارن بين تحولات الطاقة في السخان الشمسي. وتحولات الطاقة في الخلايا الشمسي. السخان الشمسي يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية. شمسية او سماء شعي. أما الخلايا الشمسية تحول الطاقة الشمسية. الى طاقة ايه? الى طاقة كهربية. طاقة كهربية. اتناشر محافظة الاسماعيلية. رقم واحد قال. اكمل سلاسل صور الطاقة التي تحدث في الاجهزة الاتية مستخدما الكلمات التالية. طاقة حركة وطاقة صوتية. طاقة كيميائية. طاقة صوتية. طاقة كهربية. واحد المصباح اليدوي. صح. انطاري البطاري يبقى طاقة ايه? طاقة كيميائية. يبقى طاقة كيميائية. الطاقة النتيجة طاقة ضوئية وطاقة حرارية. اتنين الغسالة الكهربية. طاقة كهربية. الطاقة ايه? متخلق او مستهلك. طيب الطاقة النتيجة صح. طاقة حركة وطاقة ايه? صوتية. طاقة حركة. وطاقة صوتية. تلاتة التلفاز. الطاقة المستهلكة. طاقة كهربية. طاقة كهربية. طبعا الطاقة النتيجة. طاقة صوتية وطاقة ضوئية وطاقة حرارية. اربعة الجراز اليدوي. طاقة حركة. صح. طاقة صوتية. صوتية. بقى اثناء حبوب عاصفة رملية تجمعت كمية كبيرة من الرمال. فتكون مظهر سطح جديد. وضح ما اسم هذا مظهر السطح. اللي تتكونه. الكزبان الرملية. اثنين الف. اختر الاجابة الصحيحة. واحد. تعمل معظم محطات الطاقة لتوليد الكهرباء باستخدام. الرياح. الوقود الحيوي. الوقود الحفري. صحر كنبي. الحفري. اثنين. تكون الفحم في الاصل من بقايا. كائنات بحرية. نباتات جافة. صحر كنبي. نباتات جافة. ثلاثة. كل مما يلي من العوامل اللي تغير مظاهر سطح الارض. ما عدا. الرياح. الماء. عوامل الطقس. اوراق الشجر. اوراق الشجر. اربعة. يعتبر ازابة المياه للمعادن المكونة للسخور. مسببا. تكون معادن جديدة. تجوية كيميائية. با. في الصورة المقابلة تتولى الطاقة الكهربائية من حركة المياه. ما اسم البناء الذي ساعد على الاستفادة من طاقة حركة المياه في توليد الكهرباء السد. ثلاثة. الف. ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتين. واحد. الطاقة المتجددة هي الطاقة التي لا تنفد. مع استخدامنا لها. ايبارة صحيحة. اتنين. يجب ترشيل استهلاك الماء. لانهم مصدر طاقة غير متجدد. طبعا متجدد. ايبارة طاقة. ثلاثة. لا تؤثر الرياح على السخور. اي انها لا تعمل على تكسير وتفتيت السخور. طبعا بتعمل. ايبارة طاقة. اربعة. تتميز الاخديد بالعمق الكبير. والجدران. شديدة الانحضار. عبارة صحيحة. بقى. لا تغير تركيب السخور عند حدوث نوع من التجوية. حدد نوع هذه التجوية. التجوية الميكانيكية. تلاتاشر. محافظة بور سعيد. اختر الاجابة الصحيحة. واحد. الوقود الحفري يحتاج الى نقط لتكون تحت سطح الارض. خمس سنوات. عشر سنوات. مئات السنين. ملايين السنين. سحر قمدال. ملايين السنين. اتنين. تكون الفحم في باطن الارض من بقايا. الحشرات الرمال. البلاستيك النبتائك النبتائك. تلاتة. عملية ازابة المعادن المكونة للسخور. مثال على. التجوية الميكانيكية. التجوية الكيميائية صح. الكيميائية. اربعة. عندما تسقط الامطار عدة مرات خلال العام على الاخدود. يزداد عمقه. طبعا يزداد ايه? عمقه. رقم الف. با اكتب او مستهل علمي. تلال تكونت فئة صحراء. بسبب ترسب حبيبات الرمال التي تحملها الرياح. الكزبان الرملية. الكزبان الرملية. اتنين الف. ضع علامة صح او علامة خطأ امام الابارات الاتية. واحد. يمكن استخدام المرايا المكعرة لعمل موقد شمسي لطهي الطعام. عبارة صحيح? انه تجمع الضوء. اتنين. تؤدي عوادم السيارات الى تهيج العينين ورعتين. يبارة صحيح? ثلاثة. تتحول الرمال الى صخور عندما تتعرض لعملية تجوية. الاخص هي صخور الى رمال. يبارة صحيح? اربعة. الاخديد هي وديان. شديدة الانحضار بارة صحيح? اذكر السبب قد يصدق الحديد داخل الصخور بسبب تفاعل الحديد مع اكسجين الهواء في الجو. ثلاثة. الف. اكمل الابارات الاتية. واحد. المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطح الارض هو الشمس. اتنين. الطاقة المهضرة. النتيجة عن تشغيل الخلاط الكهروي. هي الطاقة الصوتية. او الحارية. ثلاثة. تحدث عملية التعارية بسبب الجاذبية او حركة الرياح او حركة المياه. اربعة. عندما يلتقي النهر مع البحر تترسب الرواسب وتكون نوع من التدريس يسمى الدلتا. بقى اسكر فرقا وحدا بين الوادي والاخدود. الوادي جوانبه. قليلة الانحضار. الاخدود جوانبه. شديدة الانحضار. اربعة عشر. محافظة اسويس. رقم واحد الف. اكمل الجوم الاتية من بنك الكلمات. العظيم النحاس. نظيفة التجوية. واحد من مميزات تروبينات الماء. انها تنتج طاقة نظيفة. اتنين يمكن نقل الكهرباء لمجفف الشعر. عور سلك مصنوع من النحاس. تلاتة العملية التي تحدث عند تفتت السخور للتجوية. اربعة اكبر اخدود في العالم. الاخدود العظيم. بقى اكتب المستحل العلمي منطقة منخفضة بين جبلين. وجوانبها قليلة الانحضار الوادي. اتنين الف. ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد تعتمد توحيين الهواء على الماء. تحركها على الهواء. اتنين. عادة يصل طول الكزبانة الرملية مئات الامطار. اتنين. تلاتة. دل تناهر النيل تكونت نتيجة عملية الترسيل. اتنين. اربعة. السيارة تتحرك بسهولة. بدون وكود لا تتحرك. اتنين. بقى. تعرضت بعض انواع السخور للنوع من التجوية. ادى الى تغير لونها. اسكل نوع هذه التجوية. التجوية الكيميائية. تلاتة الف. اختر الاجابة الصحيح. واحد. عند حرق الوقود تنتج طاقة. كهربية. حرارية. صح حرارية. اتنين. نقل السخور بعد تفتتها تسمى عملية صح. التعارية. تلاتة نقطة. تنهار بسرعة. عندما تصطدم بها الامواك. القلعة الرملية. صح. اربعة. اربعة. يعود اصل لتكوين الغاز الطبيعي. البقايا. كائنات بحرية. صح. كان بحرية. باق. اسكر عاملا من عوامل التعارية. الماء. الرياح. الجاذبية. خمستاشر. رقم واحد الف. اكمل العبارات الاتية. واحد. تعتبر نقط مصدر معظم الطاقات المستخدمة. على سطح الارض. الشمس. اتنين. تعمل نقط على تفتيت السخور. وتغير تركيبها الكيميائي. التجوية الكيميائية. تلاتة من مصدر الطاقة المتجددة. الماء والرياح. الشمس. اربعة. اصل تكون النفط. بقايا الكائنات البحرية. باق. وضح متخلات الطاقة ومخرجاتها في الجرز اليدوي. المدخلات الطاقة الحركية. المخرجات الطاقة الصوتية. اتنين. الف. ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. تساعد سلاسل صورة الطاقة على تتبع مصار الطاقة وتحولاتها. اتنين. الوادي جوانبه قليلة الانحضار ويحيط بها سهل مسطح وواسع. تلاتة. تعمل توربينات الرياح باستخدام طاقة حركة المياه. طاقة حركة الرياح بار خطأ. اربعة. عربة التحكم عن بعد كيرو سيتي. صنعت لاستكشاف الكمر من الريخ. باق. ضع دائرة حول الكلمة المختلفة. الخشب. الماء. النفط. الرياح. طبعا النفط. لان الباقي مصدر الطاقة متجددة. تلاتة الف. اكتب المستحل العلمي. واحد. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. قانون. بقاء. الطاقة. اثنين. تستخدم في تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية. صح. الواحي الشمسي. ثلاثة تتشكل عندما يحمل النهر الرواسف ويرصبها عندما يلتقي مع البحر الدلد. اربعة. واد العميق تكون في الارض. نتيجة ضفق الماء لفترة طويلة. الاخدود. بقى ماذا حدثها عند دفن بقايا الكائنات البحرية تحت سطح الارض منذ ملايين السنين تكون النفط والغاز الطبيعي. ستتاشر. محافظة بنسويف. رقم واحد الف. اكمل الجمل الاتية. من بنك الكلمات. الفحم الرياح. الحرارية الكيميائية. واحد. الطاقة نقط هي الطاقة المفيدة اثناء استخدام مجفف الشعر. صح. الحرارية. اثنين. يعتبر نقط من مصدر الطاقة غير المتجددة. الفحم. ثلاثة من العوامل التي تسبب تعريض السخور الماء والرياح. اربعة. التجوية الكيميائية. هي التي تفتت السخور وتغير من لونها. بقى لا تغير تركيب السخور. عند حدوث نوع من التجوية. حدد نوع هذه التجوية. تجوية ميكانيكية. اثنين الف. اختر الاجابة اصحيح. واحد. من امثلة الوقود الحفري. الغاز الطبيعي. صح. الغاز الطبيعي. رقم واحد. اثنين. الطاقة النتيجة عن عمل اي جهاز تسمى مخرجية الطاقة. صح. مخرجية الطاقة. رقم اي? الف. ثلاثة. يعتبر نقاط مصدر للطاقة المتجددة. الفح. الغاز الطبيعي. الماء. صح. الماء. اربعة. تقوم نقاط بتحويل طاقة الحركة الى طاقة كهربية. الخلاط الكهربية من كهرباء الحركة. مولدات التروبينات صح. مباق مولدات التروبينات. باق تستخدم طاقة حركة المياه في توليد الكهربائي. وضح ما هي الطاقة المختزنة في المياه قبل ان تتحول الى طاقة حركة صح. طاقة وضع الجاذبية. طاقة وضع الجاذبية. ثلاثة. الف. ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. الاخدود هو احد انواع الودياين. مبارا صحيح. اتنين يختزن لبات الطاقة بداخله. في صورة طاقة ضوئية. طاقة كيميائية. مبارا خطأ. ثلاثة. يتكون النفط سريعا في فترة قصيرة عند رفاده. مبارا خطأ. اربعة. يمكن تشغيل عربة استكشاف المريح كهربائي سيتي عن بعد. مبارا صحيح. لا. وضح مدخلات ومخرجات الطاقة في المسبحة الكهربية. المدخلات الطاقة الكهربية. المخرجات الطاقة الضوئية. ودي الاساس. والحارية. ودي المهضرة. سبعة عشر. محافظة الماني. رقم واحد قاله. اختر الاجابة الصحيح. واحد. اي مما يلي من صور الوقود الحيوي. البنزين. الماء. الفحم. الخشب. صح. الخمدال الخشب. اثنين. يعتبر نقط منطقة منخفضة بين جبلين وجوانبه. قليلة الانحضار. الخدود. الوادي. صح القنباء الوادي. ثلاثة. تسبب عمليات نقط في تغير مظاهر السطح. التجوية. التعريق. الترسيل. جميع ما سبق. جميع ما سبق. اربعة. كل مصادر الطاقة التالية غير متجددة مع عدد الفحم. النفط. الرياح صح. الرياح متجددة. بق. اذكر عاملا يتسبب في حدوث تجوية كيميائية للصخور. الامطار. الحمدين. او تفاعل مين? غاز الوسجين مع الحديد. فيها صخور. اثنين. اكمل الجمع الاتية من بنك الكلمات. الجاذبية. حاجز صد الهدود العظيم الكهربية الكيميائية. واحد. تكون الكزبان الرملية عند وجود صح. حاجز صد امام الرياح المحملة برميل. اثنين. يعتبر نقط اكبر اخدود في العالم. الهدود العظيم. ثلاثة. الطاقة المستخدمة. عند تشغيل المسبح الكهربية. هي الطاقة الكهربية. اربعة. اتضفق مياه الانهار من اعلى لاسفل. بفعل كوة الجاذبية. بقى اذكر اسم الجهاز المقابل. واهميته. صح تربين الرياح. تربين الرياح. طب ايه الاهمية? يستخدم في توليد الكهرباء. بالكهرباء. تلاتة. الف. ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتين. واحد. يمكن للانهار ان تؤدي لتجوية وتعريض السخور. البارة صحيحة. اثنين. تستغر تكوين الاخديد فترات زمنية قصيرة مالين السنين بالخطأ. ثلاثة. تحد وسع عمالية تجوية. بفعل الماء والرياح فقط. الماء والرياح والجلي. اربعة. يمكن استخدام الطاقة الشمسية في طهي الطعام. البارة صحيحة. عن طريق مين? المواكد الشمسية. با. اسكر تحولة الطاقة في السخان الشمسي حول الطاقة. الشمسية. الى طاقة حرارية. تمنتاشر. محافظة اسيون. اخطر الاجابة الصحيحة. مما بين الاكوايس. واحد. كل من مجفف الشعر وغلية الماء. يمتجان طاقة حرارية امضوئية. طبعا حاري. اثنين. يمكن الحصول على الطاقة الكهرومائية مين? السدود. الرياح. طبعا السدود. ثلاثة. بزيادة سرعة تدفق النهر. نقطة تعريه. تزداد ام تقل? طبعا تزداد. اربعة. يعرف نقط بانه منطقة منخفضة. بين جبلين قليلة الانحضار. الوادي ام السهل? طبعا الوادي. با. اكتب مثالا تدريس تكونت بفعل عملية التعريه والترسيب. صح. الدلتة. والكزبان الرملية. اثنين الف. ده علامة صح او علامة خطأ امامها العبارات الاتية. واحد. تتكون الاخديد بفعل حركة مياه النهر او الجداول المائية. عبارة صحيح. اثنين. يعتبر الوقود الحاوي احد مصادر لمعظم الطاقات غير المتجددة. طبعا متجد. عبارة خطأ. ثلاثة. توجد طاقة كيميائية مختزنة داخل الطعام الذي نتناوله. عبارة صحيح. اربعة. تتسبب حركة الامواج في تآكل الشواطئ. عبارة صحيح. با. حدد نوع التجوية التي يسببها نمو جزور النباتات في شكوك الصخور. النوع التجوية. تجوية ايه? صح. ميكانيكية. ثلاثة. الف. اختر الاجابة الصحيح. واحد. تختزن البطاريات بداخلها طاقة. طبعا طاقة كيميائية. اثنين. تعتبر نقطة المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطح الارض. الشمس. ثلاثة. تستغرق اللي اخذيت نقطة لتكوينها. طبعا ملايين السنين. اربعة. عندما تجمد الماء في شكوك الصخور. قد يسبب ذلك عملية نقطة لصخور. تجوية طبعا ايه تجوية? رقم على. با. يوجد التعريح عوامل كثيرة. اذكر العاملين منها. صح. الماء. رياح. الجاذبية. تتعتاشر. محافظة سواج. رقم واحد الف. اختر الاجابة الصحيح. واحد. تعتبر نقطة المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطح الارض. طبعا الشمس. اثنين. الطاقة المهضرة في المصبح الكهراوي. الحرارية صح. الحرارية رقم على ثلاثة. يعاد الصدق الاحمر لصخور. دليلا على حدوث. التعريحة. التجوية الكيميائية. طبعا تجوية كيميائية لانه بتكون مادة ايه? جديدة. زد خواص جديدة. اربعة. تتحول الطاقة الكهربية الى طاقة نقطة في الجرس الكهراوي. كلمانا جرس. الطاقة ايه? صح. صوتية. رقم على. با. ماذا يحدث عند وضع يدنا بالكرب من مصباح مضيء. نشعر بالحرارة. بسبب مين? خروج طاقة حرارية مهضرة. اتنين. الف. ضاع على المتصح او على المتخطأ امام العبارات الاتية. واحد. تميز الاخديد بجوانب شديدة الانحضار بها طبقات من الرواصب. اتنين. تستخدم معربة استكشاف المريخ بطاريات كاثرة الامن. لتتحرك على سطح المريخ طويلة الامن. يباري خطأ. ثلاثة. يتكون الوقود الحفري نتيجة الضغط والحرارة. مبارة صحيحة. اربعة. المياه احد مصدر الطاقة في مصر. يبارة صحيحة. ما اذكر السبب اختفاء القلية الرملية على الشواطئ بعد فترة قصيرة من بنائها. بسبب اندفاع امواج البحر الذي يعمل على سحب وتحريك الرمال. ثلاثة. اكتب ما تشير اليه. العبارات الاتية. واحد. نوع الطاقة النتيجة من السخان الكهربي واحتراق الفحم. الطاقة الحرارية. اتنين. منطقة منخفضة بين جبلين. لها جوانب اقل حضارا. واكسر اتساعا من الاخدود. الوادي. تلاتة. استخدمها في طحن الغلال قبل ظهور الكهرباء الطوحين. الهوائية والمائية القديم. اربعة. بناء على النهر يكون بتحكم في تضافك المياه السد. ما زيحدث عنده استهلاك الوقود الحفري بكميات كبيرة. اتعرض للنفاذ. عشرين محافظة الاكسر. مكم واحد الف. اختر الاجابة اصحيح. مما بين الكوسين. واحد. المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطحة الارض. الشمس الغاز الطبيعي. طبعا الشمس. اتنين. تكونت الدلتة بفعل عملية التجوية من الترسيب للترسيب. تلاتة. عندما تنمو جزور الاشجار داخل السخور. تسبب تجوية كيميائية ميكانيكية طبعا ميكانيكية. اربعة من مصادر الطاقة المتجددة البترول الرياح طبعا السنين. يتكون النفط والغاز الطبيعي. اتنين الف. صلم العمود باق ما يناسب ما في العمود الف. واحد. موايط طبيعية تستهلك معدل اسرع من امكانية تجددها سحرقا باق. المصادر غير المتجددة. اتنين مادة ينتج من احتراكها طاقة حيارية للوكون. تلاتة عملية ناقل السخور ورمال والتربة من مكان الاخر. الف التعارية. اربعة وديانة عميقة جوانبها شديدة الانحضار. صح الاخ دي. باق اسكر وظيفة التروبينات الهوائية الحديثة توليد الكهرباء. تلاتة الف. ده علامة صح او علامة خطأ امامها العبارات الاتية. واحد. الفهم من امثلة الوقود الحيوي. الحفر والخطأ. اتنين. اللون الاحمر لسخور دليل على حدوث تجوية كيميائية لها. يبارس حياة. تلاتة الكهرباء النتيجة من المياه تسمى الطاقة الكهرمائية. يبارس حياة. اربعة. تتسبب عمليات التجوية والتعريب والترصيب في تغيير مظاهر سطح الارض. يبارس حياة. ما اوجه التشابه بين التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية. كل منهما يتسبب في تفتت السخور. وتكسرها. وتغيير شكلها. واحد وعشرين. محافظة اسوا. اختر الاجابة الصحية. واحد. الطاقة غير المفيدة. النتيجة من المصبح الكهربي. طاقة وضع كيميائية. حرية صحرية. اتنين. تكونت الكسبانة الرملية في السحراء الغربية بمصر. نتيجة لحركة الفيضانات. الرياح. سحر غنباء. الرياح. تلاتة. من المواد التي نستهلكها بمعدل اسرع. من معدل تكونها. الفحم نباتي. الماء. الخشب. الوقود الحفري. الوقود الحفري. اربعة. كل مما يلي من العوامل التي تغير مظهر السطح ما عدا. الضوء. صحر كم الف. الضوء. با. رتب العمليات التي تغير مظهر السطح. وفقا لحدوثها في الطبيعة. التجوية. التعرية. الترسيل. اتنين الف. ده علامة صح او علامة خطأ امامها العبارات الاتين. واحد. الشمس هي المصدر الوحيي للطاقة المتجددة بالخطأ الماء والرياح. اتنين من انواع التجوية التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية. مبارس فيها. ثلاثة من اضرار حرق الوقود الحفري زيادة نسبة غاز سين وستيكربون في الهواء. مبارس فيها. اربعة تتميز الاخديد بالجدران قليلة الانحضار والطبقات الاستخارية المتعددة. طبعا ايه? الاخديد بتكون منحدرة. شديد الانحضار. مبارس فيها. با. تحدث باجاز عن مميزية الطاقة المتجددة لا تنفد. وتتجدد بعد وقت قصير. كما انها لا تسبب تلوس الهواء او ارتفاع درجة الحرارة. ثلاثة الف. صل من عمود باء ما يناسب ما في العمود الف. واحد. المخرجات الطاقة القهربية المتولدة من حركة المياه. انين الرواسب. رقم دايل. هي بقايا السخور التي تمت تجوياتها وتعرياتها. تلاتة الطاقة الضوئية. طاقة صادرة عن الشمس. اربعة التجوية الكيميائية. صح. رقم ايه? رقم باء. طير لون السخور. عند تفتتها الى اللون الاحمد. باء. اسكر احد بدائل الطاقة لو نفد كل الوقود الحفري وكيف يفيد انتاج الطاقة منه. عن طريق من الشمس. من خلال الالواح الشمسية. اللي تحول الطاقة الشمسية الى طاقة كهربية. اتنين وعشرين محافظة الكنة. رقم واحد الف. اكمل العبارات التالية. واحد لتشغيل الخلاط الكهربية. نستخدم الطاقة الكهربية. اتنين من امثلة الوقود الحيوي. الفحم. النباتي. والخشب. تلاتة عملية نقل السخور ورمال والتربة من مكان الى اخر. تسمى عملية التعريع. اربعة يعتبر نقط اكبر اخدود في العالم. الاخدود العظيم. باء حد بنوع التجوية التي يسببها نمو جزر النباتات داخل شكوك السخور. وتفتتها. تجوية ميكانيكية. اتنين. الف. اختر الاجابة الصحيح. واحد. الطاقة النتيجة من الراديو. وتعبر عن وزفته. الاساسية هي الطاقة الصوتية. اتنين. اي من صور الطاقة التالية لا يتم انتجها عن طريق الشمس. الطاقة الحيارية. الطاقة الضوئية. طاقة الحركة. جيم. طاقة الحركة. ثلاثة عملية ازابة المعادن المكونة لسخور. مثال على. التجوية الميكانيكية. التعريع بالرياح. الترسيل في الانهار. التجوية الكيميائية. التجوية الكيميائية. اربعة. الاودية. شديدة الانحضار التي تكون بفعل تعريط المياه الجارية. تسمى الاخديد صح الاخديد. باء ماذا يحدث عند ترسب الرواسب التي يحملها النهر. عند التقاؤه مع البحر. تكون الدلتة. تلاتة الف. ده علامة صح او علامة خطأ امام الابارات الاتية. واحد. تستطيع السيرات ان تعمل بدون مصدر طاقة بالخطأ. اتنين. تختزن المياه اعلى السدود طاقة حركة وضع الجاذبية بالخطأ. تلاتة تسبب عملية التجوية والتعريح والترسيب في تغيير مظاهر سطح الارض. البرزحيح. اربعة تكون الرمال المتحركة مع الهواء بنحت السخور. البرزحيح. باء اذكر اثنين من اسباب عملية التعريح. المياه والرياح والجاذبية. وكل عام وانتم بخير. اشتركوا في القناة